اشتركوا في القناة واشار مدبولي الى ان مصر والعراق لديهم امكانات انتاجية وتصديرية كبيرة ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية بالاضافة الى العمل سويا لازالة كافة العوائق امام انسياب البضائع بين البلدين كما اكد رئيس الوزراء ان مصر تستهدف زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز بما في ذلك انشاء شركات مشتركة للصناعات الكيموية واستغلال ما تذخر به الدولتان من ثروات معدنية وتصنيعها بدلا من تصديرها في صورتها الخام واعلن مدبولي عن استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول في السوق العراقي للمساهمة في تطوير البنية الاساسية وجهود اعادة الاعبار وتنمية وتطوير قطاع الانشاءات والاسكان خاصة ان هذه الشركات اكتسبت خبرات واسعة يمكن نقلها للكوادر العراقية في هذا المجال من جانبه اشد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي بالطفرة التي حدثت بمصر في عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع القهرباء والطرق والكباري والاسكان مشيرا الى امكان التعاون بين البلدين في هذه البنفات نرحب اليوم بدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مساء الخير يا فندم و اهلا بك معنا في هذه الحلقة بطبيعة الحال احنا نحن نتحدث هنا عن نتائج زيارة رئيس الوزراء وتوقيع الاتفاقيات زيارته الى العراق لكن المتابع لحجم التبادل التجاري بين البلدين ووفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصى بيقول ان الربع الاول من هذا العام شهد تبادلا تجاريا قدرة بمائتين وعشرين مليون دولار فقط حل تناسب هذه الارقام حجم السوقين الكبيرين السوق المصرية والسوق العراقية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين بداية خلينا نشير الى ان العلاقات المصرية العراقية هي علاقات تاريخية جزرها تمتد الى العام 1921 على مدار هذه السنوات شهدت الدولتين توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية السوق العربية المشتركة وايضا اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الدفاع المشترك واتفاقية النقل البري والعديد من الاتفاقيات الاخرى في مختلف الجوانب سواء الاقتصادية او السياسية او العسكرية او التجارية لكن خلينا نشير إلى أن زيارة السيد دولة رئيس الوزراء إلى العراق وتوقيع هذا الحجم من الاتفاقيات بين البلدين قبل أن نتحدث عن العوائد الاقتصادية منه خلينا نشير إلى العوائد أو إنعاك مؤشرات ودلالات هذه الاتفاقيات أولا طبعا هي بتشير إلى حرص القيادة السياسية المصرية على التأكيد على دور مصر الريادي في المنطقة العربية وحرصها على إعادة الاستقرار الأمني والسياسي إلى دولة العراق من خلال إعادة التعمير والبناء بها النقطة الثانية هي حرص أيضا القيادة السياسية واهتمامها بشأن دولة العراق كما هو اهتمامها بالشأن الداخلي المصري من حيث إعادة البناء والتعمير وإعادة عجلة التشغيل والإنتاج بهدف رفع معدلات النمو وتحقيق بيئة أعمال مستقرة خلينا نشير إلى أن هذه الاتفاقيات أيضا تناولت القطاع الخاص بدور كبير مشاركة 81 شركة في هذه الزيارة بتعكس دعم الحكومة للقطاع الخاص من ناحية بتعكس وضع الدولة المصرية للقطاع الخاص على طبيقة الأعمال الدولية في مجال التشهيد والبناء والمجالات الأخرى التي تمت توقيع الاتفاقيات فيها من ناحية ولا تكون قاسرة فقط على الدولة المصرية هنجد أيضا أن هذه الاتفاقيات واختيار الدولة المصرية لإعادة الإعمار في العراق بتعكس ثقة دولة العراق وثقة المجتمع العربي والدولي في الدولة المصرية ده يرجع لإيه؟ خلينا نشير هنا أن هذا يرجع إلى صورة البناء والتعمير اللي شهادتها الدولة المصرية على مدار ست سنوات قضاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجزنا فيها حجم كبير جدا من المشروعات القومية الضخمة بمشاركة القطاع الخاص وكانت جميعها على قدر عالي من الجودة والكفاءة هذا طبعا عزز من فرص اختيار مصر للمشاركة في إعادة أعمار العراق في الجزئية المتعلقة بالقطاع الخاص إلى أي مدى السوق العراقية تعتبر سوقا جاذبا في هذه المرحلة بعد أن شهد العراق حربا داخلية وهجمات أو جماعات إرهابية زي داعش اللي كانت تتخذ من العراق مقرا لها طبعا يعني خلينا نقول أن العراق سوق كبير سواء في ناحية حجم الاستهلاك ووردات أو أيضا حجم أو أنواع وطبيعة صادرات وإلى الدول الأخرى خلينا يمكن آخر إحصاء اللي كان في عام 2018 كان ممكن حجم التبادل التجاري حوالي مليار وستمائة مليون دولار بين الدولتين مصر والعراق ده طبعا قبل تفاقم أو زيادة الأوضاع والحروب والصراعات داخل العراق الاتفاقية طبعا بتشهد العديد أو الاتفاقيات بتشهد العديد من الجوانب منها زيادة حجم التبادل التجاري خلال أو بوصولا لعام 2024 ليصل إلى خمسة مليون دولار عفوا خمسة مليار دولار طبعا هذا الرقم كبير ولكن هذا الرقم بيعكس مدى قدرة الدولة المصرية على إعادة البناء والتعمير في دولة العراق قدرة الدولة المصرية على مشاركة دولة العراق في إعادة عجلة التشغيل والإنتاج خاصة وأن هذه الاتفاقيات بتشمل دور الدولة المصرية في إعادة تطوير المصانع القائمة حاليا وأيضا إعادة تشغيل وتدوير المصانع المتوقفة وبالتالي الفترة القادمة ستشهد أيضا تفعيل اتفاقيات متوقفة نظرا للحروب التي تشهدها دولة العراق منها اتفاقية التيسير العربية دي بتتيح تبادل البضائع بين الدولتين بدون جمارك وبرسوم شحن مخفضة طيب الجزئية التي تحدث عنها رئيس الوزراء وهي الآلية الخاصة بالنفط مقابل الإعمار إلى أي مدى هذه الآلية ستعزز من التعاون وتبادل الاستثمارات ما بين العراق ومصر يعني طبعا دي هذه الاتفاقية هامة جدا للجانبين ونشير طبعا قبل ما نتطرك إلى التفصيل في هذه الجزئية إلى أن إعادة إعمار العراق انعكاسه ليس فقط على الاقتصاد المصري والاقتصاد العراقي ولكن انعكاسه على الاقتصاد العربي في المنطقة ككل طبعا الإعمار مقابل النفط يمكن الدولة المصرية بتستورد حوالي 12 مليون برميل نفط من العراق خام طبعا حجم كبير لكن الإعمار مقابل النفط بيزيد من فرص الدولة المصرية في عدة أمور الجانب الأول طبعا أن أنا بوفر من هذا البند حجم الإنفاق الخاص به في الموازنة العامة للدولة لأننا بقلل من تكلفة الإنفاق على الواردات البترولية من العراق من ناحية وبالتالي بقدر خصص هذه المبالغ في تطوير قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم وشبكات البنية التحتية والطرق وغيرها هذا من ناحية من ناحية تانية أننا من خلال توفير هذا المبلغ أيضا بقلل من حجم الواردات البترولية في الميزان التجاري البترولي بقلل من حجم الطلب أو الاحتياج إلى النجد الأجنابي اللي أنا كنت محتاج أو مطلوب مني أن أنا وفره عشان أسدد قيمة الواردات البترولية وبالتالي الفترة القادمة ستشهد تطور في قطاعات أخرى نتيجة توفير المبالغ المخصصة للواردات البترولية من العراق من ناحية ستشهد انخفاض الطلب على العملة الأجنبية وده طبعا هيؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار هحاول أننا من خلال الفترة أو من خلال هذه النتيجة ده تنعكس على حجم الاحتياط من النجد الأجنبي المصري هبدأ أننا أوفر هذه المبالغ وده طبعا بيزيد من الاحتياط النجد داخل البنك المركزي المصري طيب في الثمانينات من القرن الماضي كان العراق دائما سوقا للعمالة المصرية في المرحلة القادمة وفق تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات ومساهمة القطاع الخاص في استثمارات أو إنشاء استثمارات داخل العراق إلى أي مدى يمكن أن يعيد مرة أخرى أو يعاد هذا المشهد وأن يستقبل السوق العراقية عمالة كثيفة من العمالة المصرية في المرحلة القادمة طبعا هي كان ضمن حضور الوفد المرافق للسيد دولة رئيس الوزراء كان وزيرة القوى العاملة طبعا هنا دور القوى العاملة سنشهد تضفق كبير العمالة المصرية إلى العراق في الفترة القادمة طبعا العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة والمهارة والخبرة وسهمت في بناء العديد من الدول سابقا كما رأينا في معظم دول الخليج فخبرات العمالة المصرية سواء من مهندسين من أطباء من فنيين وغيرهم من مهارات عمالة ماهرة جميعها ستتجه إلى العراق ده بينعكس أن أنا بحسن من أو بخفض من معدلات البطالة داخل الدولة المصرية وبالتالي أنا بقدر أن أنا أوفر فرص عمل لهؤلاء الشباب أو المدالات والتخصصات دكتور هل مهيئة الآن لاستقبال عمالة بشكل مماثل للماضي؟ يعني خلينا نقول أن نبدأ بعملية إعادة الإعمار والبناء خاصة أن هي في مجالات متعددة ليست كاصرة فقط على التشييد والبناء ولكن أيضا هناك فيه اتفاقيات في مجال الصحة في مجال المياه في مجال الاتصالات في مجال البنية التحتية وبالتالي مجالات متعددة ممكن يكون تدريجيا تبدأ العمالة تزيد ولكن في الفترة الأولى أيضا سنشهد حجم عمالة مصرية كبير داخل دولة العراق فيه وقت طبعا مرت في مصر بأزمة اقتصادية وانتهجت الحكومة المصرية برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي أتى بثماره وحققت مصر معدلات مرتفعة للنمو هذه المكاسب كيف ينظر إليها أو يبنى عليها من خلال تعزيز التعاون بين مصر والعراق يعني أنا يمكن كما أشرت لحضرتك في بداية الحديث من هذه الاتفاقيات بتعكس مجموعة من المؤشرات والدلالات كان من ضمنها نجاح الدولة المصرية في إنجاز حجم كبير من المشروعات القومية في فترة وجيزة على قدر عالي من الجودة والكفاءة ده بيعتبر أنا أو أنا بعتبره من أحد سمار برنامج الإصلاح الاقتصادي إن إحنا في ظل ما انتهجناه من برنامج شديد الصعوبة بشهادة مؤسسات دولية ودول العالم كافة نجحنا في إنجاز مشروعات قومية نجحنا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة نجحنا في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد آمن كما شهدنا في أزمة فيروس كورونا العديد من اقتصاديات الدول الكبرى تأثرت ولكن وبشهادة مؤسسات دولية الاقتصاد المصري كان صامدا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطاه ما بين القوة والصلابة والمرونة أيضا القوة والصلابة في القدرة على تلقي الصدمات والحد من تأثيرها على ما وصل إليه من نجاحات والمرونة أيضا في القدرة على التعامل والتكيف مع أي أزمات طريقة عليها طيب اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية لم تلتقي ربما منذ ثلاثين عاما التقط الآن ولكن نتساءل هل مشكلة العراق الاقتصادية وإعادة الإعمار من جديد هل هي مشكلة تمويل فقط أم هناك عوامل أخرى يحتاج العراق أن يلتفت إليها في المرحلة القادمة يعني خلينا نقول وفقا لما أعلن في مؤتمر إعادة الإعمار المنعقد في الكويت عام 2018 كان قدرت حجم المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار حوالي 100 مليار دولار طبعا المبلغ كبير ولكن الاستعانة بالدول الشقيقة ذات الخبرات في مجالات متعددة ومختلفة سيساعد من تقليل هذه المبالغ بمعنى أن دولة العراق لديها صروات كبيرة على سبيل المثال بتتمثل في النفط وبالتالي أنا بقدر أستخدم الوفرة الموجودة عندي مثلا في قطاع النفط والمشتقات البترولية وأبدأ أن أنا أتبادل مع الدول العربية مقابل أن أنا أبدأ أعيد إعمار فبالتالي أنا هنا تبادل المنفعة أو المصلحة مشتركة ما بين الطرفين أنا أبدأ أن أقدم الوفرة اللي لديها وببدأ أخذ من الدول العربية اللي أنا محتاجه سواء من خبرات سواء من مواد بناء سواء من أدوات لإعادة البناء في مختلف القطاعات أو مختلف محافظات دولة العراق نعم أشكرك شكراً جزيلاً في نهاية هذا اللقاء دكتور كريم عادل مدير مركز العادل الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية شكراً جزيلاً لنجد حضرتكم معنا اليوم في هذه الحلقة من القاهرة شكراً دايماً موصول لحضراتكم من طبع حلقات من القاهرة بعد الفاصل هنستعرض مع حضراتكم أهم ما ورد في الصحافة الأمريكية حول الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر